اشتركوا في القناة من هي كادة واخواتها يا شباب بمنتهى البساطة هي كادة واخواتها او تسمى بمسمى اخر بنسميها افعال المقاربة وبنسميها افعال الرجاء وبنسميها افعال الشروع اذا هي كادة واخواتها او افعال المقاربة والرجاء والشروع من هي هذه الافعال الافعال دي منتهى البساطة هو الفعل كادة هو الفعل قربة هو الفعل أو شكة يبقى مين يا شباب كادة قربة أو شكة أما أفعال الرجال فهي الفعل عسى والفعل حرى وأخيرا عندي كلمة أخلى ولقى يبقى عسى حرى أخلى ولقى طيب أفعال الشروع من هي أولا عندي الفعل بدأ عندي الفعل أخذ عندي الفعل تفق عندي الفعل شرع عندي الفعل جاعة لا عندي الفعل أنشأة يبه هنا مين عندي يا شباب عندي بدأة أخذة تفقة شرعة أنشأة إلى آخره من أفعال الشروع اللي أنا مش قدر أعدها كده بعد مين بعد معين وكلها تدل على البدء في العام من الدلالة بتاعة الأفعال الأقصاد دي أولا إحنا سمناها بأفعال المقاربة أو سميت بأفعال المقاربة لأنها تدل على اقتراب الحدث هقول لك كاذا الطالب يرصب لا هو ما رصبش وما سقتش ولا حاجة ولكن هو كان قريبا جدا من الرسول أو شكاء الإناء يسقط هو ما سقتش ولكن كان قريب جدا منين من السقوط أفعال الرجاء تدل على تمني حدوث الفعل هقول لك عسى الأمة أن تنهض يبأ أنا بتمنى أن الأمة تنهض حرى الأمة أن تتحرك أنا بتمنى أن الأمة تتحرك أما أفعال الشروع فهي تدل على البدء في العمل لا بدأ المعلم يشرح يبأ هنا بدأ المعلم يشرح يعني بداية المعلم في الشرح طفق المعلم يشرح شرع المعلم يشرح أخذ المعلم يشرح إذن كلها تدل على البدء فين تدل على البدء في الفعل تدل على البدء فين في الفعل ده بالنسبة لدلالة هذه من هذه الأفعال طيب الأفعال دي مالها يا جماعة هذه الأفعال تعمل ركز معايا كده عمل كانها وأخواتها تعمل عمل مين كانوا أخواتها ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها واحد يقول لي طب ما أنا كنت ريح نفسي وخليها معك أقولك لا يا حديك ليه بقى لأن هذه الأفعال لا بد ركز معايا بقى لا بد لخبرها أن يكون جملة فعلية فعلها آه مضارع لازم الخبر بتاعها يكون جملة فعلية فعلها مضارع فهقولك كده الطالب يكتهد إذن كلمة الطالب هنا اسم كده مرفوع علامة رفع الضم طب يكتهد فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضم ويقول خبر تمام يبقى هنا يكتهد فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضم والفعل ضمير مستطل التقدير هو والجملة الفعلية في محل نصب خبر مين خبر كده أو هقولك مثلا أوشك ها العلم ها أن يظهر يلا معايا واحدة واحدة أوشك فعل ماضي العلم اسم أوشك مرفوع علامة رفع الضم أن أداة نصب يظهر فعل مضارع منصوبه علامة نصبه الفتحة والجملة الفعلية أن يظهر في محل نصب خبر أو شك وهنا هقولك إحذر هقولك إيه إحذر إحذر منين منين تقول أنت عارف أن المصدر المؤول بيتكون من أن والفعل المضارع ولكن أن والفعل المضارع في كادة وأخواتها ليست مصدرا مؤولا يبقى أن والفعل المضارع في كادة وأخواتها ليست مصدرا مؤولا يجيب لك مصدر مصدرين يجيب لك كلبتين في بيت شعر مثلا فيجيب لك واحدة منهم مع أنوى الفعل المضارق واحدة منهم مع ما هو الفعل الماضي في نفس البيت وقول لك استخرج المصدر المؤول تجري انت يا شاطر تطلع أنوى الفعل المضارق ولكن المتصلة بخبر مين بخبر كذا لا أنوى المضارق في خبر كذا ليست مصدرا مؤولا وهقول لك السبب بمنتهى البساطة احنا بنقول في المصدر المؤول ان هو يصح ان يحل محل المصدر الصريح يعني لما بقول لك يصرني أنت اجتهد ينفع لي صرني اجتهادك فلو أنا اعتبرت أن أنوى المضارق في كادة وأخواتها مصدرا مؤولا إذن أنا بقول لك أن ينفع يحل محلها المصدر الصريح يبقى كأنك بتقول إيه ينفع يحل محلها المصدر الصريح إذن مدام أنت قلت الكلمة دي إذن أن أنت بتجيز أن الخبر بتاع كادة وأخواتها يكون على غير الفعل المضارق ما يكونش فعل إيه مضارق وده طبعا ما ينفعش في كادة ومين وأخواتها إذن المصدر أو أنوى المضارق في كادة وأخواتها ليست مصدرا مؤولا ليست مصدرا إيه مؤولا نرجع نكمل كده مع بعض تمام؟ ده الشكل اللي قدامي طيب عندي نقطة كده صغيرة بقى إن كادة وأخواتها دي كلها أفعال جامدة وخدنا جامدة في كنا وأخواتها يعني جامدة لا يأتي منها غير الماضي لا يأتي منها غير مين غير الماضي يبقى هذه الأفعال أفعال هيا شباب جامدة يعني جامدة لا يأتي منها غير الماضي يبقى يعني أفعال جامدة لا يأتي منها غير مين غير الماضي ما عدا كادها وأوشكة ما عدا كادوا ايه وأوشكة ما لهم دول يا شباب قد يأتي منهما المضارع فينفعوا ليكاد وينفعوا ليوشك فيقول لك مثلا يكاد الطالب ويكتهد خلاص خلست يبقى الطالب هنا ايه اسم يكاد يوشك الطالب يكتهد اه اذا انا فهمتي انا بقول لك كل الافعال دي افعال جامدة ما عدا كده وأوشك يروح ضحك عليك بقى يقول لك بدأ الطالب يكتب يبدأ ها الطالب ها يكتب اه ايه اللي حصل هنا هنا قال ليه بدأه بدأ الطالب يكتب اذا كلمة الطالب هنا اسم بدأ مرفوع علامة رفع الضم اما هنا قال ليه يبدأ يبدأ الطالب يكتب لا هنا دي كده يبقى بدأ هنا مش من افعال الشروع ده اللي هنا يبدأ يبقى الطالب هنا فاعل مرفوع علامة رفع الضم طب الموقع الاعرابي الجملة يا كتب اقول لك بعد الناكرات صفات وبعد المعارف احوال الجمل واشباه الجمل بعد الناكرات صفات وبعد المعارف احوال طيب كلمة الطالب هنا معرفة إذن الجملة الفعلية يكتب هنا في محل نصب حال في محل نصب مين حال نهد مع بعض كده وحدة وحدة زي ما احنا ماشيين ونبدأ نتكلم على اقتران خبر هذه الأفعال بأن اقتران الفعل المضارع بأن ليه إن هنا احنا لو نلاحظ هلاقي مرة بقولك يجتهد ومرة بقولك أن يظهر مرة حطتها لك الفعل من غير أن ومرة حطته بأن فدي الوحديها لها أحكام عندي فهنبدأ نتكلم على أحكام اقتران خبر أو أحكام اقتران خبر أن بمين خبر كادة وأخوتها بأن يعني إمتى يقترن بأن وإمتى لا يقترن بأن هنقسم مع بعض كده تقسيمة صغيرة هاخد هنا كلمة كادة وهاخد هنا كلمة قربة في الناحية اللي عليمين كده من فوق وهاخد لك هنا كلمة أوشكة وهاخد لك معاها كلمة عسى وهاجي هنا هاخد معايا كلمة حرة وهاخد كمان كلمة أخلى ولقى وأفعال الشروع كلها هحطها في الناحية دي فأقول لك إن في كادة وقربة يقل اقتران خبرهم بأن يعني ينفع أن يقترن خبرهم بأن وينفع ما يقترنش خبرهم بأن ولكن أليل لما الخبر بتاحهم يكون مقترنا بأن فينفع أقول كادة الطالب يكتهد وينفع أقول كادة الطالب أن يكتهد ولكن أليل اقتران الخبر بأن أكتر حالات كادة وقربة بنلاقيها في اللغة العربية غير مقترنة بأن أما كلمة أوشك وعسى فهذه الأفعال يكثر اقتران خبرها بأن يبقى هنا كادة وقربة شوه بعضها في أول حرفين يبقى يقل أوشك وعسى مختلفين شوية هاخد معهم يكثر فينفع أقول عسى الطالب أن يكتهد وينفع أقول عسى الطالب يكتهد ولكن الكتير عندي أن يقترن خبر هذه الأفعال بأن بعد كده عندي كلمة حرة وأخلولقة فهذه الأفعال يجب اقتران خبرها بأن يجي يقول لك صو بالخطأ حرى الطالب يكتهد أقول له غلط حرى الطالب أن يكتهد تمام كده يا شباب طيب أفعال الشروع كلها مالها يا شباب يمتنع مالها أفعال الشروع يمتنع اقتران خبرها بأن يعني ما ينفعش يقتران خبرها بأن يجي يقول لك أخذا أخذ الطالب أن يكتب أقوله غلط أخذ الطالب يكتب ليه؟ لأن أفعال الشروع يمتنع اقتران خبرها بأن يبقى كادة وقربة يقل اقتران خبرها بأن أو شاكة وعسى يكثر اقتران خبرها بأن حرى وأخلاولقة يجب اقتران خبرها بأن أما أفعال الشروع كلها فيمتنع اقتران خبرها بأن يبقى احنا كده تكلمنا عن أفعال المقاربة اتكلمنا عن افعال الرجاء اتكلمنا عن افعال الشروق هقولك ملحوظة كده بالنسبة لنا في منتهى 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 الاهمية ان انا عندي افعال الشروق تحديدا قد تأتي افعالا تامة يعني افعال تامة يعني يأتي بعدها فاعل خدنا مثال من شوية لما قلنا مثلا يبدأ الطالب بس ده طبعا مش هتكلم عنه امتى بقى بالكلام ده لما ييجي في الخبر بتاعها اي حاجة غير الفعل المضارع يعني هقولك دلوقتي مثلا شوف معايا بدأ الطالب يكتب اذا الطالب هنا اسم بدأ يكتب فعل مضارع والجملة الفعلية في محل نص بخبر من بدأ طب يقول لي بدأ الطالب الكتابة هل هنا في فعل مضارع لا ما فيش فعل مضارع اذا كلمة الطالب بدأ هنا فعل تام وليس فعلا ناقصا بدأ هنا فعل ناقص اما بدأ هنا فعل تام فكلمة الطالب هنا فعل مرفوع علامة رفع اتضمى يشرح فعل مضارع والجملة الفعلية خبر اخذ طب هيقول لك مثلا اخذ المعلم تمان كتابه لا ما ينفعش الكلام دو يبقى كلمة المعلم هنا فعل مفوع علامة رفع اتضمى وكتابه هنا مفعول به منصوب علامة نص به الفتحة وبكده وصلنا لنهاية كادة واخوتها يا رب نكون بنستفاد ولو بحتى بحاجة صغيرة ما ننساش نشترك في القناة وتفعل الجرس ونسيب تعليق بأي حاجة احنا عايزينها وصلنا للنهاية سبحانك اللهم وبحمدك اشهد لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته